حياكم الله وإلى التفاصيل أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي نتائج امتحان شهادة الدراسة السنوية العامة للدورة الشتوية للعام 2018 وقال الرزاز إن عدد المشتركين في الامتحان بلغ أكثر من 175 ألف مشترك ومشتركة حضر منهم الامتحان أكثر من 150 ألف أبرز مجريات المؤتمر الصحفي في التقرير التالي لم يعد من المقبول بأي حال من الأحوال أن نسمح للتردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم أن يهدر ما نملك من طاقات بشرية هائلة بهذه العبارات افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2018 الدورة الشتوية والتي اتسمت بإجراءات جديدة تمس مصلحة الطلبة وتيسر عليهم دون المساس بجوهر الامتحان وهيبته ومن أبرز هذه الإجراءات احتساب المجموع العام للعلامات من 1400 علامة للفروع الأكاديمية والمهنية وتقدم طلبة الثانوية العامة في تسعة مباحث فقط في الفروع كافة على أن تكون الحدود العليا لعلامات المباحث جميعها 40% وزارة التربية والتعليم منحت فرصة أخرى للطلاب الذين استنفدوا حقهم في التقدم للامتحان في الأعوام من 2014 إلى 2017 وقد تقدم للامتحان من هذه الفئة في هذه الدورة أكثر من 24 ألف طالب وطالبة نجح منهم حوالي تسعة عشر ألفا نسبة النجاح والمناسبة كانت مثيرة وفاجأتنا نحن وإن دلت على شيء فهي دلت على تصميم هؤلاء ورغبتهم في العودة إلى الدراسة وإثبات أنفسهم وإثبات قدرتهم فنحييهم تحية خاصة أما عن الطلبة النظاميين فقد بلغ عددهم أكثر من تسعة وثمانين ألف طالب وطالبة حضر منهم فعليا أكثر من ثمانين ألف طالب موزعين على فروع التعليم كفة حيث احتل الفرع الأدبي المركز الأول بأكثر من تسعة وثلاثين ألف طالب وطالبة فيما تقدم ستة وأربعون طالبا فقط للفرع الشرعي نسب نجاح هذه الدورة متقدمة بشكل ملموس فالفرع العلمي مثلا بلغت نسبة النجاح في مبحث الفيزياء سبعة وسبعين وثمانية بالعشرة في المائة والكيمياء ثمانين وستة بالعشرة في المائة أما علوم الأرض فحققت نجاحا كاملا بنسبة مائة في المائة في الفرع الأدبي حققت طلبا نجاحا بنسبة ستة وسبعين واربعة بالعشرة في المائة في مبحث اللغة العربية واثنين وسبعين وثلاثة بالعشرة في المائة في التاريخ وسبعين وواحد بالعشرة في المائة في الجغرافيا أوائل المملكة من من أنهوا متطلبات نجاح في مستويات المباحث المطلوبة في هذه الدورة في فروع التعليم توزعت معدلاتهم على النحو التالي نور جريس حنة حققت معدل تسعة وتسعين وخمسة بالعشرة في المائة وبذلك توجت الأولى على المملكة في الفرع العلمي وحققت نظيرتها دانيا أمجد أربعة وتسعين واثنين بالعشرة في المائة في الفرع الأدبي وسلسبيل حسن ستة وثمانين وثلاثة بالعشرة في المائة في فرع الإدارة المعلوماتية وكما ذكرنا قبل قليل حققت الطالبة نور جريس المرتبة الأولى ضمن فئة الأوائل على المملكة في الفرع العلمي بمعدل تسعة وتسعين ونصف في المائة فيما حققت طالب عمار لرجوب المرتبة الثانية في نفس التخصص هؤلاء الطلبة وآخرون من أوائل هذه الدورة غالبيتهم من الطلبة المعيدين منهم من يجلس على مقاعد الدراسة الجامعية ومنهم من لم يحالفه الحظ في الفصل الماضي ولكنهم أجمعوا على تحدي كافة الصعاب وتحقيق طموحاتهم نتعرف أكثر على بعضهم في هذا التقرير دقت الساعة الرابعة فجراً وبدأت الأفراح تتوالى محملة بنتائج الثانوية العامة للدورة الشتوية الذين حالفهم الحظ وتمكنوا من النجاح في هذه الدورة من الطلبة النظاميين والمعيدين الطالبة نور جريس تمكنت من إحراز المرتبة الأولى على سلم الأوائل على مستوى المملكة بمعدل تسعة وتسعين وخمسة بالعشرة في المائة بالفرع العلمي نور تدرس حالياً تخصص الطبي في جامعة العلوم والتكنولوجيا ولكن حلمها لم يقف هنا سبب الإعادة كان أنه فقط معنوي، ما كان له أي هدف ثاني أنا حبيث أتحدى نفسي أنا الإنسان لما بصير معه ظروف لازم قدر الإمكان يحاول يتغلب على هذه الظروف لازم يأكد لنفسه أنه أنا بقدر الطالب عمار لرجوب هو أيضاً طالب في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وقرر أن يعيد بعض المواد الدراسية ليتمكن من تحقيق معدل أعلى يتيح له الحصول على منح دراسية ومقعد أفضل بحصوله على المرتبة الثانية في التخصص العلمي بمعدل ثمانية وتسعين وثلاثة بالعشرة في المائة بحكي للطلاب النظاميين أول شيء أنه ألف مبروك أول شيء للنجح في الفصل الأول واللي ما حالفه للحظ إن شاء الله يعوض على الفصل الثاني بس الأهم أنا في مقولة حكاليها أستاذ كان يدرسني في التوجيه أيام ما كنت نظامي وضلت على القبراس اللي هي كان يحكي لي أنه اللفة الثانية هي لفة الفوز واللي هو الفصل الثاني أنت المعدل اللي هي أهلك لدخول الجامعة اللي هو معدل الفصل الثاني فإن أنت لسه ما خلص توجيه لسه في قدامك تقريباً نصف المسيرة ما كملت أنت لحظة من اللحظات بالتوجيه تمنيت أنه يلغو التوجيه بتخافي بتخافي عن جد أنه خاص أنه لما يكون عندك ابن متميز والحمد الله وبنتي أنه طول عمره عن مدار 12 سنة أنه هو متميز من الأوائل أما علان عيرات فهي طالبة معيدة لم يحالفها الحظ الفصل الماضي بعد تعرضها لعارض صحي منعها أن تكمل دراستها في الثانوية العامة لتتخطى كل مصاعبها وتعود لمقاعد الدراسة مرة أخرى وتحقق المرتبة الثانية ضمن فئة الأوائل على المملكة بالفرع الأدبي بمعدل 93.7% لا مو سهل إنه بذات مواد الأدبي إنها كتير ضغط وطويلة فيعني كتير ضغطت حالي حتى النوم مرات يعني إنه ما أشوفه والفصل التالي كان هو أخفي شوي لأنه كان إنه وقت أكتر إنه ثلاث مواد فكنت يعني إنه بنام بالليل وعاد طبيعي والدراسة كانت بالنهار أولا هلأ هي شطورة كتير وبتحب للدراسة وتحب تدرس أنا من الأول نصحتها تفوت أدبي ودائما كنت واقفة معها هي ما شاء الله عليها يعني بتدرس لحالها بس إنه مرات يعني تعالي سمعي لي هك تعالي شوفي لي هاي ألاف الطلبة سيتنافسون على مقاعد في الجامعات الرسمية حاملين أمالهم نصب عيونهم ومتخطين كافة الصعاب لتحقيق أحلامهم نور عز الدين رؤيا وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية المرتبطة بنتائج التوجيه فقد سجلت إدارة السير المركزية في مختلف محافظات المملكة ما يقارب الخمسمائة مخالفة مرورية فقط ارتبطت بالتعبير الخاطئ عن الفرحة بتلك النتائج مقارنة مع ما يزيد عن ألفي مخالفة العام الماضي وأما عن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية فقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مدرية الأمن العام إنه ورد عدد من الشكاوى والملاحظات حيث تمت متابعتها والتحرك الفوري إلى مكانها وعليه ضبط عدد منها وكذلك الأسلحة المستخدمة فيها وما زالت تحقيق جاريا في الملاحظات والشكاوى الأخرى لا تكتلني بفرحتك عبارة كتبها فريق جمعية نغم الحياة في محافظة الكرك على ورود عمل على توزيعها على سائقين مركبات والمواطنين والطلبة الثانوية العامة بهدف الحد من ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية المرتبطة عادة بالتعبير عن مشاعر الفرح بمناسبة النجاح مبادرة شبابية هادفة شهدتها محافظة الكرك تزامنا مع موعد إعلان نتائج الثانوية العامة وما يرافقها من إطلاق للعيارات النارية كتعبير عن الفرح بطريقة خاطئة وهي استبدال العيارات النارية بالزهور عملنا المبادرة هذه خصوصا اليوم أنه فيه فرح وطني بناسبة نتائج الثانوية العامة بنبارك لأبنائنا الناجحين بالثانوية العامة فعملنا المبادرة أنه مجموعة من الورود كتبنا عليها لا تقتلنا بفرحتك طبعا شعار الحملة بدل الفرود بالورود فهذه الحملة إن شاء الله انطلقت من محافظة الكرك ورح تتعمم على جميع محافظات المملكة المواطنون رحبوا بمثل هذه المبادرات التي من شأنها التوعية بالابتعاد عن السلوكيات الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية في الهواء إن شاء الله نقدر نوقف العيارات النارية لأنه فيه كثير أشخاص بروح وضحايا في العيارات النارية وأطفال وما بدنا هاي كمان ناس الضرر ما بدنا نفقد ناس غالي علينا في سبب فرحة ناس غيرنا مبادرتنا هي بتحكي اليوم عن وقف إطلاق العيارات النارية طبعا بلشنا أن نوزع الورود على الناس وناجحين توجيه عشان يوقفوا عن إطلاق العيارات النارية طبعا إن شعانه هو لا بدل الفرود عنا بالورود نائب مدير شرطة الكرك ثمن هذه المبادرة التي تأتي للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي أزهقت أرواحا بريئة من خلال هذه المبادرة المبادرة اللطيفة من جمعية نغم الخيرية باستبدال إطلاق العيارات النارية بتوزيع الورود على أبنانا الطلبة الناجحين بالتوجيه طبعا بنتنا وأختنا نغم المواجدة التي أصيبت بعيار ناري طائش سوت هذه الجمعية وندعو من خلال هذه الجمعية أن الجميع أهلنا في جميع مناطق المملكة أنه ما يكون يقتل فرحة الآخرين هذه الجمعية التي جاءت فكرتها لمساندة المتضررين من إطلاق العيارات النارية والتي أطلقتها الطفلة نغم المواجدة بعد إصابتها في أحد الأفراح بعيار ناري ما أفقدها عينها اليسرى جاءت اليوم لتؤكد على أن المبادرات البسيطة قادرة على وقف مثل هذه الآفات تمكنت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من إحباط مخطط لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات وإرهابي وذلك من خلال جهد استخباراتي ومتابعة حسيثة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة مصدر المسؤول في القيادة العامة أوضح أن مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات بدأوا بالإعداد والتنفيذ لتلك المخططات باستخدام أنبوب النفط القديم التيب لاين الذي يربط بين الحدود الأردنيات والسورية والحدود الأردنية والعراقية وقد قامت شبكة الإرهابيين ومهربوا المخدرات باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنبيب حيث أنشأوا مجموعة من الأنفاق وجهزوها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية وبعد كشف تلك المخططات صدرت التعليمات للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير تلك الأنفاق وإخراج خط الأنبيب فوق سطح الأرض حيث كان من الممكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذا للمهربين والإرهابيين الذين لم يتركوا أسلوبا إلا وحاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية بحث المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمي مع مدير التعاون الأمني والدفاع في وزارة الخارجية الفرنسي الفريق ديديب غوس سبل تعزيز التعاون والخبرات الأمنية بين الدرك الأردني والفرنسي التقليل التالي والتفاصيل أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمي خلال لقائه مدير التعاون الأمني والدفاع في وزارة الخارجية الفرنسية الفريق ديديب غوس على الدور المحوري الهام للأردن بقيادة جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم وأشار اللواء الركن الحواتمي إلى الجهود الأمنية والإنسانية التي بذلها الأردن في التصدي لقوى الشر والإرهاب والأعباء التي تحملها في مجال استقبال اللاجئين من دول الجوار رغم التحديات الأمنية والاقتصادية وأشهد اللواء الركن الحواتمي بالعلاقة الطيبة التي تجمع الدركين الأردني والفرنسي لافتا إلى أن قوات الدرك الأردنية تسعى للبناء على خبراتها المتراكمة وتعزيز قدراتها الإدارية والعملياتية من خلال الشراكات الدولية الفاعلة وبخاصة مع الدرك الفرنسي من جانبه ثمن بروس العلاقة الطيبة التي تجمع قوات الدرك في كل من الأردني وفرنسا مشيدا بالنموذج المتميز الذي عكسه الدرك الأردني لهذا النوع من القوة الأمنية ذات الطابع العسكري وأكد بروس حرص بلاده على دعم الجهود الأردنية لتعزيز الأمن والتعامل مع مسألة اللاجئين وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لا سيما في المجالات الفنية والتدريبية تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق التي قد تتحول إلى سيول في المناطق المنخفضة وقد تسببت مياه الأمطار في شمال محافظة إربد بانهيار جزء من الشارع العام في منطقة دابولية حيث قام أصحاب منزل مجاور بالاتصال ببلدية إربد الكبرى التي حضرت إلى المكان وعند الكشف تبين أن الانهيار ناجم عن مياه الأمطار التي شكلت حفرة كشفت عن وجود مغارة بعمق سبعة أمتار وبعرض خمسة أمتار وهي تحت الأرض وأقامت كوادر البلدية بهدم المغارة وإغلاقها حفاظا على سلامة المواطنين في المنطقة بلغنا من أحد المواطنين بوجود حفرة أو مغارة في ساعة الشارع العام في منطقة دابولية العائدة ضمن أراضي منطقة تقبل توجهنا على الفور على الموقع فوجدنا أنها عبارة عن مغارة تساع أربعة بأربعة تقريبا أبعبه وقت ثلاثة متر قمنا بإجراء اللازم عليها من خلال طلب مجموعة تنفيذ والصيانة تم إجراء اللازم بفتحه على ساعة تكامله وتوريد مادة البسكورس والرامل إليها وركحة حسب الأصول يطالب العديد من المواطنين في محافظة إربد بتعديل قانون إفراز الأراضي الزراعية خارج التنظيم من أربعة دنومات إلى دنوم واحد وذلك للتسهيل عليهم في الشراء والبيع والاستثمار لنتابع سكان منطقة بيت أديس بمحافظة إربد كغيرهم من سكان المناطق الزراعية يعانون من قانون الإفراز الخاص بالأراضي الزراعية التي تقع خارج التنظيم حيث أن القانون الحالي المعمول به لا يسمح بإفراز الأراضي المشتركة ملكيتها بين عدد من المواطنين إلا إذا كانت مساحتها تزيد عن أربعة دنومات هذه الأراضي معظمها شيع شراكة عدد من المواطنين بحاجة أنه دخلونا إياها التنظيم لعمليات الإفراز أو أنه غيرونا قانون الإفراز من أربع دنومات إلى ما أقل حتى نستطيع استخدام هذه الأراضي المشكلة تكمن في موضوع القانون أربع دنومات يحب ذا أن المسؤولين والمعنيين أنهم يراجعوا هذا القانون تفتيت الملكي الآن ما بيحتم علينا أربع دنومات لو كان دنوم واحد خارج التنظيم يسهلوا على المواطن بحيث أنه يقدر يفرز أرضه ويقدر يشتغل فيها المواطنون قالوا إن هذا القانون يعيق عملية الإفراز مما يؤدي إلى ترك مئات الدنومات مشتركة بدون استصلاح وإثارة المشاكل بين الشركاء خاصة إن البعض منهم بحاجة ماسة لعملية الإفراز من أجل الزراعة والستصلاح الأراضي علما إن أغلبهم لا يملكون إلى تلك القطع التي يقف القانون الحالي عائقا أمام فرزها كون ملكية الأراضي تابعة للمواطنين قليلة وعدد الشركاء كبير نطالب الجهات الرسمية والمعنية بتغفيض سعة المساحة الإفرازية للمناطق الخارج التنظيم أو إنهم يدخلون إياها داخل التنظيم حتى نستطيع أن نفرزها على جميع الشركاء وبحسب المواطنين فإن قانون فرز الأراضي يشكل عائقا كبيرا أمام أطروحات الحكومة الداعية إلى تسهيل عملية الاستثمار واستغلال الأراضي المرتفعة للحد من عمليتي الفقر والبطالة يعاني الأهالي في محافظة عجلون من سوء حال البنية التحتية خاصة في الشوارع الرئيسية والفرعية ومن غياب الصيانة الدورية اللازمة لها المواطنون رفعوا الصوت عاليا غير مرة إلا أن صوتهم لم يصل إلى المسؤولين بعد تنتشر الحفر والتشققات في شوارع وطرق محافظة عجلون ما يتسبب في وقوه حوادث سير ناهيك عن الأضرار البليغة التي تصيب مركبات المواطنين الأهالي في المحافظة لم يسكتوا راجعوا البلدية والمحافظة ومديرية الأشغال العامة لكن تضارب المسؤوليات وتفاصيل أخرى أحال شكواهم إلى أدراج النسيان الشارعات بخدم خمسين أسرة خمسين منزل الشارعات كل ست شهور سبع شهور بصير فيه انهيارات ما فيش دور لا للبلدية ولا للأشغال العامة بالموضوع هذا شكوها على أساس زراعية اتطورت الأمور وشفت كداش فيه دور فأصبحت هاي الأصحاب الملك عمروا كلهم هون لما عمروا هون صارت الشارع ضيق من روح على البلدية بطلع على الرئيس البلدية بقولك احنا يا عمنا مش هون بطلع على المعابلة بتقولك على مش هون على مين نروح بلدية عجلون الكبرى تعترف بواقع شوارع المحافظة السيئة صحيح أنها تعتبر أن وقوع المحافظة في منطقة كثيرة الأمطار يجعل مهامها صعبة لجهة ما تسببه الأمطار من تداعي البنية التحتية غير أن هذا لا يعني عدم قيامها بدورها لذا فهي بصدد تنفيذ عمليات صيانة للشوارع كما فعلت العام الماضي السن الفائتي كان هناك عمل بني تحتية تقريبا من قارب ثلاثة مليون ونص خلطات اسفلتية ساخنة هناك يعني في الأيام القادمة راح يكون فيه أيضا خلطات اسفلتية لشوارع بلدية عجلون شوارع محافظة عجلون في حال لا تسر الصديق فما بالكم بمن يسكن في المدينة والقرى المحيطة بها رئيس البلدية وعد بتحسين الوضع خلال هذا العام والأهالي في الانتظار قمعت قوات الاحتلال مسيرة تشيع الشهيد حمزة زمعر في مدينة حلحول بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية مستخدمة الغاز المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلفة بالمطاط الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المشيعين وأكرت قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد زمعر لعائلته فيما أبقت جثامين 16 شهيداً محتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ انطلاق هبة القدس عام 2015 من الشهيد حمزي زمعر البالغ من العمر 17 عاماً في مدينة حلحول بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية الشهيد الذي أعدمه حارس أمن في مستوطنة مقامة على أراضي المدينة بحجة تنفيذه عملية طعن قبل ما يقارب العشرة أيام عقب التشييع حدثت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين قمعوا المشاركين في الجنازة بالقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد تسليم الاحتلال لجثماني الشهيد حمزي زمعر من مدينة حلحول ونمر الجمل من قرية بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة ست عشرة شهيدا لا يزال محتجزين في ثلاجات سلطات الاحتلال أقدمهما الشهيد عبد الحميد أبو سرور من مدينة القدس المحتلة والذي يحتجز الاحتلال جثمانه منذ ارتقائه في نيسان من العام الفين وستة عشر ومن بين الشهداء المحتجز جثامينهم أيضا مصباح بصبيح وفادي قنبر من مدينة القدس ورامع ورتاني من مدينة نابلس إلى جانب خمسة شهداء سحب الاحتلال جثامينهم بعد استهدافه نفقا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة نهاية تشرين أولى الماضي فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز مائتين وستين جثمانا لشهداء فلسطينيين وعرب في مقابر الأرقام منذ سنوات طويلة من مدينة حلحول جنوب الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة وفي السياق ذاته وبعد احتجاز دام خمسة أشهر في ثلاجات الاحتلال شيع أهالي بلدة بيت سوريك شمال غربي مدينة القدس المحتلة جثمان الشهيد نمر الجمل إلى مثواه الأخير بمقبرة البلدة التفاصيل في التقرير التالي زفت بلدة بيت سوريك اليوم شهيدها نمر الجمل إلى مثواه الأخير الألاف انتظروا وصول الجثمان على مدخل البلدة لتبدأ مراسم جنازة استثنائية اتحملوا الشهيدة على الأكتاف وجابوا به شوارع البلدة وجميع أزقتها بينما وقف آخرون على أسطح المنازل لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد جنازة ما صرت شي الساعة الحمد لله رب العالمين نظام وشباب ما شاء الله عنهم وهذا نمر يعني بيستحق الجنازة هذا أكثر فترة اللي مركت أنا بكيت متقلم كثير عشانما يعني حابسينا واشي بس الحمد لله رب العالمين الله أفرج عنا ومن رضايا والحمد لله رب العالمين أفرجوا عنا وانبسطنا وما شاء الله الحمد لله رب العالمين لكل الكرة وكل البلاد وكل الضفة الحمد لله احتفلت فيه ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الاحتلال سلم الجثمان الليلة الماضية بعد احتجاز دام لخمسة أشهر كعقاب له ولعائلته الشهيد الجمل نفذ عملية فدائية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين قبل استشهاده مشاعر أسرته اليوم تختلط بين حزنها على فقدانه وراحتها بعد توديعه بطريقة طليق به نبارح بلغونا الصباح انه في نيجي نعين الجثة فلما رحنا عليهم ردوا أجل الموعد للثنتين وبطبيعة الحال تعرف كيف الاحتلال كاعدة ماطل فينا على الساعة 4 ونص خمسة قلونا انه التسليم على الساعة 6 المساء بحجم الآلم احنا مبسوطين انه احنا بنوارئ ابن الثرى هذه أكبر نعمة وحنا بنفتخر في شهيدنا هاي الشهادة نعمة نعمة من ربنا انه ربنا أنعمها على ابننا وحنا يعني زي ما حكيت لك يعني بحجم آلمنا مبسوطين انه استلمنا جثمان النمر لانه النفس يعني او الواحد كان كثير تعبان انه هذا ابنك يعني اكرام الميت دفنا فهذه راحة نفسية لنا ككوننا دفنا ابننا منذ أيلول الماضي وعائلة الشهيد نمر الجمل تتعرض للعقاب تلو الآخر من قبل الاحتلال ذات السياسة تضغط بها سلطات الاحتلال على أسر الشهداء منفذي العمليات الفدائية لإذلالهم وإخافتهم من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرح اطلاق النار في مدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية متجنبا للنقاش حول انتشار الأسلحة النارية في بلاده والتي تعد الأعلى عالميا ويتزمن ذلك مع إقرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أساء التعامل مع تحذير بشأن منفذ المجزرة التي أودت بحياة 17 شخصا لتفتح تلك الجريمة الباب مجددا أمام موضوع انتشار الأسلحة في المجتمع الأمريكي وتشريع اقتنائها تتجذر ثقافة الأسلحة في المجتمع الأمريكي فالحق في امتلاك السلاح وأطلاق النار أمر يحميه التعديل الثاني من الدستور الأمريكي نجد اليوم أن ثلثة الأسر الأمريكية تمتلك سلاحا ليتراوح مجموع الأسلحة في البلاد بين 270 مليون و310 ملايين أي بمعدل سلاح لكل شخص وهذا رقم قياس عالمي كل عام يلقى في الولايات المتحدة حوالى 30 ألف شخص مصرعهم بطلقة نارية وتأتي عمليات إطلاق النار المتكررة في الأماكن العامة لتغرق البلاد في الحداد ما يعيد تحريك النقاش حول قوانين الأسلحة تجدر الإشارة إلى أن كل ولاية اليوم تضع تشريعها المتعلق بالأسلحة لكن ذلك لا يطال سوى تجار الأسلحة وبذلك فإن 40% من الصفقات أي المبيع الفردي غير منظم ولقد قرر الرئيس باراك أوباما قبل نهاية ولايته الالتفاف على الكونغرس حول هذا الموضوع البالغ الحساسية وتقديم سلسلة إجراءات لضبط استخدام الأسلحة النارية غير أن لب الأسلحة الأمريكي يعارض بشدة فرض قيود على المواطنين متحصنا بحق امتلاك السلاح الذي ينص عليه الدستور تركيا تقترح على الولايات المتحدة انتشارا عسكريا مشتركا في سوريا لتخفيف التوتر وزلزال قوي يضرب المكسيك هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في جولتنا حول العالم اقترح التركيان أشرى قوات مشتركة مع الولايات المتحدة في سوريا فيما تحاول الدولتان إنقاذ العلاقات الاستراتيجية التي كانت تتدهور بسرعة والتي أقرت بها واشنطن بأنها وصلت إلى مرحلة حرجة أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية القضاء على عدد من المسلحين وتدمير بؤر إرهابية جديدة خلال العمليات العسكرية المستمرة التي تخوضها قوات الجيش والأمن المصري في سيناء استهدفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن مركبتين عسكريتين تقلان عناصر لميليشيات الحوثي في محافظتي صعدة ومأرب أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون تبديل اسمي محافظتي القادسية والتأميم إلى الديوانية وكاركوكا على التوالي دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى صياغة معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل لضمان التعاون في المجال العسكري والمخابرات ومكافحة الإرهاب أعلن مسلحون يقاتلون بوركو حرام أن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم في سوق للسماء في كوندوغا بشمال شرقي نيجيريا ما أدى إلى مقتل تسعة عشر شخصا في هجوم نسب إلى هذه الجماعة ضرب زلزال قوي المكسيكا دون أن يسبب أضرارا جسيما لكن مروحية وزير الداخلية الذي كان في طريقه إلى موقع الهزة الأرضية تحطمت عند هبوطها متسببة بمقتل شخصين إلا أن الوزير نجا من الحادثة احتفل الملايين حول العالم برأس السنة القمرية أو ما يعرف باسم رأس السنة الصينية خاصة في الدول التي تتواجد فيها جاليات صينية كبيرة بعض الاحتفالات نرصدها في هذا التقرير رأس السنة الصينية أو القمرية أو ما يعرف أيضا بعيد الربيع يشهد احتفالات واسعة في الصين وفي الدول التي يقتنها جاليات صينية كبيرة السنة القمرية الجديدة والملقبة هذا العام بعام الكلب هي من أهم المناسبات التقليدية في الصين حيث تنظم المهرجانات والاحتفالات احتفاء بهذا العيد لكن الاحتفال هذا العام تزامن مع حظر استخدام الألعاب النارية فارتدت بكين حلة الاحتفال وتزينت بالأضواء دون أن تملأ الألعاب النارية سماءها في أستراليا كان الأمر مختلفا فبالإضافة إلى المهرجانات أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة سدني احتفالا بهذه المناسبة ماليزيا تزينت هي الأخرى بالأضواء والبلونات احتفالا برأس السنة القمرية التي يختلف موعد حلولها من سنة إلى أخرى لكنها تكون دائما بين أواخر كانون الثاني ومنتصف شباط من الشرق إلى الغرب الذي كان له نصيب من الاحتفالات فقد حضرت المفرقعات في شوارع بانما وكذلك رسومات والأزياء الخاصة بالمناسبة في فرنسا استضاف الرئيس إمانويل ماكرون احتفالا بهذه المناسبة في قصر الإليزي تخلى له خطاب أمام المئات من الفرنسيين من أصل آسيوي تحدث فيه عن العنصرية والوضع بالنسبة إلى الأزمة التي يواجهها العالم مع كوريا الشمالية السنة الصينية تعتمد التقويمين القمري والشمسي معا وتحظى باسم حيوان من حيوانات الأبراج الصينية وهي عبارة عن دورة مكونة من 12 سنة في زاويتنا الأخيرة نتوقف وبلا تعليق مع هذه المشاهد واللقطات من احتفالات الناجحين في امتحان السنوية العامة في العاصمة عمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر